هلا وشلونكم صبحكم الله بالخير ويفتح علينا وعليكم أبواب الرزق والصحة وراحت البال قولوا آمين وصفتنا لليوم وصفة كلش طيبة وما تنوصف ونصايح شلون نشوي السلمون السلمون يعني سمك كثير طيب جدا مفيد لأنه الدهن اللي يحتويه هو أوميغا ثري اللي يعرف يطبخه أو يشوي يطلع طبعما شي يعني بديعه وسويت ويا تمن أو تاشينة الخضروات بالتمن وهذا مثل ما تشوفون عندي هنا هذي سمكة سلمون سلفنت الصينية حتى يسهل تنظيف الصينية غسلها أشيل بعد ما نخلص أشيل هذا السلفان وكبه وصير غسل الصينية بكل سهولة مثل ما شفتو خليت على سمكة السلمون فقط الملح وهنا عندي خليت يعني رشة من الكزبرة ورشة من الكمون وقبل ما أبدي أتبل السمكة شغلت الفرن درجة حرارة كلش عالية وسخنته يعني سمك السلمون دائما لازم يكون الفرن ساخن جدا قبل ما تدخلوها للفرن تطلع أطيب وما تأخذ بقت طويل كثير بالفرن وتيبس بالفرن ربع ساعة وتستوي عدنا تحضير التاجينة خليت القليل من الزيت بالقدر على النار وبصلة واحدة ثرامتها حجم متوسط أقلب هذه البصلة شوية أخليها التذبل على النار قبل ما أضيف لها الجزر وأقلبهم شي دقيقة على النار الجزر والبصل قبل ما أضيف باقي الخضروات هذه الأكلة كلش طيبة يعني أحنا دائما نحب التمن أحضرها بهذه الطريقة خصوصا مع سمك السلمون يعني كثير مرغوب عدنا بالبيت وهذه الأكلة أنا تعلمتها مرة كنا رايحين سفرة بالباخرة وأكلتها بالمطعم كلش يعني حبيتها من التذوق والشكل الواحد يعرف شنو مكونات هذه الأكلة وشنو التدبيلة اللي بيها فحفظتها الأشياء وجيت طبقتها بالبيت طلعت نفسها الأكلة اللي أكلناها بالمطعم واستمرت عليها من وقتها بعدها أضيف هذه الخضروات بعد ما طلعتها من الفريزر وذوبتها وغسلتها أضيفها فوق هذا الجزر والبصل وأقلبهم همنا دقيقة ثانية قبل ما أضيف التمن بعدها أضيف التمن بعد ما غسلتها وصفيتها من الماء وأضيف ملعقات أكل وحدة من الملح هذه على فكرة كوبين من التمن الكوب العادي اللي نشرب بالقهوة فلذلك خليت ملعقة طعام وحدة نصف ملعقة طعام من الكركم وملعقة طعام وحدة من الكاري يعني تكون مملوئة أفضل وأقلبهم سويا قبل ما أضيف للمي المغلي ملاحظة طريقتي الطبخ التمن شلون أسويها خصوصا يعني على عين الطباخ الحجر عين الطباخ الحجر ما تنزل يعني من أوضط الحرارة ما تنخفض الحرارة تأخذ وقت على ما تبرد الحجرة فعندي هنا دائما من أسوي التمن العين تكون حارة يعني أعلى درجة أقلي الزيت وأخلي التمن وأضيف للمي والملح وكل شيء وبعدها من أغطي للقدر أوضط الحرارة للواحد هاي بحالة إذا كانت عين الطباخ حجر اللي عندهم عين طباخ حجر خلي يجربون طريقتي ويشوفون شلون رح يطلع التمن وياهم يعني هو التمن واحدة رح ينشف المي مالته ورح يتهده ويصير يعني شيء بيرفكت بداع يصير مثل ما داشتشوفون مي ما خليته هواية خليت كلش قليل لأنه أكو خضروات بهذا التمن حتى لا يعجن خليت القليل من المي فقط على المستوى خليتها وأغطي القدر ووضطيت الحرارة للواحد وأتركه التمن هو رح يستوي يتهده على مهلة مثل ما داشتشوفون سمك السلمون استوى بسرعة يعني بعد التمن مصاير سمك السلمون صار جاهز وهذا الدهن اللي داشتشوفوه هو هذا الأوميغا يعني اللي يسوون سمك السلمون لن يبسوا بالفرن لأنه كل فايدة مالته تروح من يشوفون هذا الدهن طلع هالشكل يطفون الفرن ويطلعون السمكة من الفرن ويحاولون يستفادون من هذا الأوميغا يعني بالنسبة لنا احنا بالبيت من نقطع السمك ناخذ من هذه الأوميغا ونخليها على السمك ونأكل لأنه هاي كلش صحية وأنصحكم بها شوفوا التمن بعد ما انتهيت هو وحده يعني ما نصيت الحرارة قصدي ما انتظرت على المين شوفوا بعدين أوطي الحرارة لا عفتها على الواحد وشوفوا شون صار يعني ريش ماكو هيش بداعة شي رهيب دائما اضبخ التمن بهاي الطريقة هاي بالنسبة قلت لكم للي عنده فرن عين حجر أما اللي عنده فرن غاز ولكندك خون هذا نفس الشي الكندك خون بس توطون حرارة هي تنخفض الحرارة العين والغاز نفس الشي فيعني الحجر تختلف طريقة طبخ التمن عليه فأني ضابطتها هذه صار لسنين وأعوام مستمرة عليها وهذه أكلتنا صارت جاهزة وراح أقدمها فهي هذه كانت وصفتنا لهذا اليوم أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها وألف عافية مقدما وأترككم بأمان الله إلى أن ما نلتقي في فيديو آخر شكرا جزيلا للمشاهدة